موسيقى 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 مرحب بكم أحبائي في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الصغير المتواضع المسيح في إنجيل يوحنة تأملات وصلنا فيها إلى أصحاح خمسة من إنجيل يوحنة وأرجو أن حضراتكم تبقوا تتابعوا معايا القراءات لأنه بحسب وقت البرنامج مش عايز أخذ وقت كتير في قراءات طويلة فأرجو حضراتكم تقروا وتطلعوا القصة بتركيز وإسهاب أكتر وأنا بس بلخص بعض الأفكار اللي بنطلع بيها من النص اللي قدامنا لاستفادتنا وصلنا في أصحاح خمسة إلى حادثة شهيرة حادثة شفاء الرب يسوع المسيح شفاء إنسان مقعد لمدة 38 سنة مقعد على فراش ومفلوج لا حراك فيه إطلاقا وجرب بترقف عليه وقال له أتريد أن تشفى وفعلا حنشوف أنه فيه موضوع النزول للبركة وكان بينتظر حد يزقه ينزل للبركة كانوا بيأمنوا بالوقت ده أنه ينزل ملاك من السماء عشان يحرك المياه وما إلى ذلك المهم تعالوا نشوف إيه اللي في القصة دي من دروس روحية حباقي قصة في منتهى القوة وحديث للرب يسوع عن هويته وإرساليته تفحم كل شك عند أي إنسان عن من هو هذا المسيح كونه ابن الله الظاهر في الجسد الله الذي ظهر في الجسد في الطبيعة البشرية إنا بنشوف قصة وحادثة غريبة غريبة شوية أنه فكرة تحريك المياه دي ملاش أي قرينة في الكتاب المقدس في أي مكان آخر على كل يعني مش واضح إذا كان ملاك فعلا كان بيجي يحرك المياه ولا ده اللي كان يعني تقليد عند الناس بفاكرين أو بيعتقدوا أن ده بيحصل على كل الأحوال الرب شفى المفلوق اللي كان بقاله 38 سنة منتظر لمسة الرب الشفى مسكين لكن في عدد ستة بتشوف سؤال ملفت للانتباه من الرب يسوع نفسه للراجل المريض المقعد أتريد أن تبرأ وده يمكن لأنه الراجل ده من كتر مطالة فترة انتظاره تظاهر أنه حتى فقد الأمل في الشفاء وتعود على وضعه المرضي الحالي كأسلوب حياة كما نتعود أنه ما فيش حد بيساعده وكأنه وصل لحالة شديدة من الأحباط وممكن كمان اكتئاب موجود عنده وهنا عايز أكلم نفسي وكل واحد بيسمعني وأقول أنه مهما كانت ظروفك ودرجة إحساسك بأنك مقيد بضعفاتك وأسقامك فالمسيح له كل المجد قادر أن يتلامس مع احتياجك حاللويا فما تخليش أي مشكلة أو وضع جسدي أو مادي أو نفسي أو عائلي أو حتى روحي يفقدك رجائك المسيح حي المسيح حي معنا وفينا وحولينا عايز أقول لك أخي وأختي اللي بيسمعوني دلوقتي في كل مكان أنه من الممكن جدا أنه الرب لو سمح لك بفترة مرض أو ضعف أو تعطيل عن شيء أو خطة كنت رسمها لنفسك بشكل أو بآخر رب أكيد أنه ممكن يكون عنده عمل أو ترتيب معين ليك برغم حالتك وبرغم تحدياتك ومعوقاتك أو حتى بسببها عايز أقول لك حباي بنشوف وبنسمع عن ناس كتير خدموا بأمانة وبنجاح وكفاءة رغم معوقاتهم على فكرة وكان استخدام الرب لهم ملفت للنظر أكتر مما كان لو كانوا عايشين حياة طبيعية زيهم زي غيرهم من الناس مش بس كده خليني كمان أقول أن الراجل ده كان بيعتب على اللي حواليه أنه ما كانوش بيساعدوه أنه ينزل للمية مش قادر هو طبعا يحرك نفسه ويوصل للمية فكان بيعتمد على أنه حد يزقه ونزله المية المسكين كانت ظروفه مقيدة ومؤيداه مقيدة بسبب الشل اللي في إيده وفي رجله مالوش حد مفيش أي أمل ورجاء في حياته كمان الناس اللي حواليه ما كانوش بيكترثوا ليه للأسف واضح أنه ما كانش حد سائل فيه خالص يعني لكن برغم كل ده تحديات معوقات داخلية وخارجية نفسية وجسدية لازال الرب وصل ليه وتكلم معاه وتلامس مع احتياجاته وطيب خطره وشفاه وكمان استخدمه في لفت نظر كل الناس اللي حواليه عن ما هي المسيح وصار هو محور ومركز انتباه كل المدينة بعد ما كان مهمش وبسببه الناس ابتدت تلتفت حول المسيح وينجاذبوا إلى قدراته وحويته شخصيته وإرساليته وهنشوف ده على فكرة في بقية الإصحاح تشجع أخي وأختي لأن الرب قادر قادر جدا أن يستخدم أي إعاقة فيك وفي حياتك عشان يحولها لمجد لي ولبركة الكثيرين من حولك استخدام قوي نافع ليك لحياتك مع نفسك ومع الآخرين آمين ربنا يبرككم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة